السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اتعرف اعضاء الجهاز التنفسي لدى الانسان اذا درسنا في الدرس السابع عام ارتباط عملية التنفس بحركة حجم الافس الصدري وعرفنا بان الافس الصدري يكبر ويعلو ويزداد حجمه عند الشهر بينما ينخفض الافس الصدري وينقص حجمه عند الزفير كما عرفنا بان كلما امنا بمجهود كبير تزداد سرعة التنفس اذا هنا في هذا الدرس سنترس اعضاء الجهاز التنفسي اي الاعضاء التي تدخل في عملية التنفس عند الانسان نلاحظ هنا في الصورة اذا هنا بعد ايامه بحركة تنفسية تساءل التنميد عن مصار الهواء داخل جسمه خلال الشهر والزفير اذا هنا طفل يتجول في الغابة او يلعب في الغابة اما بحركات تنفسية اي بالشهر والزفير وتساءل عن مصار الهواء داخل جسمه اي ما هي الطريق التي يمر منها هذا الهواء داخل جسمه وكذلك خلال الزفير اي عند اخراج الهواء ما هو المصار الذي يمر منه هذا الهواء اذا التساؤل الذي يمكن ان نطاحه هنا ما هي اعضاء الجهاز التنفسي لدى الانسان اذا سنحاول تعرف على اعضاء الجهاز التنفسي لدى الانسان اذا استساؤل ما هي اعضاء الجهاز التنفسي لدى الانسان اذا نحاول ان نتعرف على اعضاء الجهاز التنفسي لدى الانسان اذا الهواء عند الانسان يمر من بعدة اعضاء العضو الاول الذي نستنشئ به الهواء اذا منها عضو الاول هو الانف لاننا نستخدم الانف عند استنشاء الهواء اذا يمر الهواء داخل الجسم عبره يمر الهواء داخل الجسم عبره اذا هنا سنحاول تعرف على اعضاء التنفس اذا في البداية الانف اذا نستنشئ الهواء بالانف بعد الانف يمر الهواء الى الحنجرة اذا نكتب الحنجرة اذا بعد الحنجرة يمر الهواء الى الرغامة بعد الرغامة ينتقل الى الاصابة الهوائية ثم الى الرئة يعني بعد الاصابة الهوائية الى الرئة يتم نقله الى باقي اعضاء الجسم اذا الهواء يمر داخل الجسم عبره الانف الحنجرة الرغامة الاصابة الهوائية والرئة وننتقل الى التمرين الاول وامن حجم الرئتين واكتب اسم كل عملية هل هي شهر ام زفر اذا نلاحظ هنا في العملية الاولى اذا نلاحظ هنا في العملية الاولى ارتفاع حجم الافص الصدري وكذلك ارتفاع حجم الافص الصدري وكذلك ازدياد حجمه اذا نلاحظ هنا بان حجم الافص الصدري كبير كما نلاحظ انه مرتفع اذا هنا ارتفاع في الحجم الصدري وكذلك ازدياد في الحجم وكما درسنا في الدرس الصابع بأن الأفص الصدري يعلو خلال الشهر ويزداد حجمه إذن هذه العملية هي عملية الشهر إذن هنا عملية الشهر لأن حجم الصدر ارتفع كما زاد هنا في الصورة الثانية نلاحظ هنا انخفاض الأفص الصدري وكذلك نؤصان في حجمه إذن هنا الحجم الأفص الصدري صغير وكذلك منخفض ونحن درسنا بأن خلال الزفير ينخفض الأفص الصدري وينقص حجمه إذن هنا عملية الزفير دائما كما درسنا في الدرس الصابع بأن عملية التنفس مرتبطة بحجم وحركة الأفص الصدري التمرين الثاني أضع تبيانا للرسم جانبه باستعمال المصطلحة إذن هنا لدينا رسم سنسمي كل عضوين باسم المناسب له إذن نلاحظ هنا في الصورة رأم واحد يشير إلى الأنف إذن رأم واحد يشير إلى الأنف إذن نكتب هنا أنف إذن الرأم اثنان العضو الثاني هنا الذي يشير إلى رأم اثنان هنا الحنجرة إذن نكتب حنجرة رأم ثلاثة يشير إلى هذا إلى هنا إذن رأم ثلاثة رغامة إذن هذه رغامة رأم أربعة إذن هنا نلاحظ الأصباء الهوائية إذن رأم أربعة أصباء هوائية نكتب أصباء هوائية إذن رأم خمسة نلاحظ هنا الرئة إذن رأم خمسة يشير إلى الرئة نكتب رئة إذن هنا أعضاء الجهاز التنفسي الأنف الحنجرة الرغامة الأصباء الهوائية والرئة إذن هذه هي أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان والتي هنا هو الهدف من الدرس أحدد بخط أحمر ما صار الهواء المستنشئ عبر الرسم إذن هنا الهواء المستنشئ ما هو مصير الهواء المستنشئ إذن الهواء المستنشئ يدخل من الأنف ثم يصل إلى الحنجرة ومن الحنجرة ينتقل إلى الرغامة ومن الرغامة ينتقل إلى الأصباء الهوائية ليصل إلى الرئة إذن مصير مصار الهواء إذن بهذه الطريقة نمثل مصار الهواء إذن هذا هو مصار الهواء المستنشئ على الرسم ثم ننتقل إلى استخلص إذن خلاصة التي يمكن أن نستخلصها من هذا الدرس إذن هنا هدف كان من الدرس هو أن أتعرف أعضاء الجهاز التنفسي إذن الخلاصة التي استخلصناها بأن الهواء المستنشئ خلال التنفس يمر من أعضاء الجهاز التنفسي وهي بالتغطيب الأنف ثم الحنجرة ثم الرغامة ثم الأصباء الهوائية ثم الرئة أي أن الأنف يدخل إلى الهواء المستنشئ يدخل إلى الجسم عبر الأنف من الأنف ينتقل إلى الحنجرة ومن الحنجرة ينتقل إلى الرغامة ثم إلى الأصباء الهوائية والتي تنقله إلى الرئة إذن يمر الهواء المستنشئ خلال التنفس عبر الأنف في البداية والحنجرة والضغامة والأصبة الهوائية ليصل إلى الرئة تكون هذه الأعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان إذن هذه الأعضاء هي التي تسمى أعضاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان وننتقل إلى الستمر الستمر هنا أعضاء الجهاز التنفسي سنضع علامة في في الترتيب الصحيح لهذه الأعضاء إذن هنا برمان برانش تغشي ني إذن خطأ هنا ني تغشي برانش برمانس صحيح إذن الهواء يمر في البداية من الأنف إذن سنضع العلامة هنا إذن الخلاصة التي استخلصناها من هذا الدرس تعرفنا على أعضاء الجهاز التنفسي والمصار الذي يأخذه الهواء المستنشأ عبر الجسم حيث أنه يدخل في البداية من الأنف ثم ينتقل إلى الحنجرة ثم الرغامة ثم الأصب الهوائية ثم الرئة إذن إلى هنا ينتهي الدرس صفحة 9 من كتاب المنهل في النشاط العلمي للمستوى الثالث لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الدرس